اكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ان رؤية الملكية المستنيرة لجلالة الملك المعظم بشأن ترسيخ استقلال القضاء تمثل الركيزة الاساسية لنهضة وتقدم منظومة القضاء في مملكات البحرين جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع معالي المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية وعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة شيوخ القضاء وثمن العسومية الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمساعدة السلطة القضائية للقيام بمسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على الحقوق وتعزيز امن واستقرار المجتمع وتحقيق منظومة العدالة بمفهومها الشامل والحديث من جانبه ثمن رئيس مجلس الدولة المصري تولي المجلس الاعلى للقضاء بمملكة البحرين رئاسة الاتحاد العربي للقضاء الاداري مؤكدا ثقته في ان تولي مملكة البحرين رئاسة الاتحاد سيكون له دور كبير في تعزيز روابط الاخوة والصداقة بين المحاكم الادارية ومجالس الدول العربية